حب الشباب هاجس لدى الكثير ولكن المشكلة الحقيقية هي فيما يخلف حب الشباب من الأثار والندبات على بشرة الوجه خصوصا إذا كانت واضحة وعميقة هذه المشكلة معالجتها ليس شيء سهل أكيد وعشان كده رح نتكلم عن أبرز الطرق لعلاج ندبات حب الشباب مع ضيفنا في الستوديو الدكتور نضال أيوب استشاري الجلدية والتجميل هلا وسهلا بك دكتور نضال يعني دائما يقولوا أنه وإحنا صغار وإحنا المراهقة لا تطلع حبة لا تمسكوها لا تسوي فيها شيء هل بالفعل هذه الحبوب اللي تطلع مثلا في وقت المراهقة وإحنا صغار في بداية شبابنا كذا لو مسكناها ولعبنا فيها تفضل ندبة طول العمر فعلا ممكن تترك ندبة عميقة يعتمد الحبة نفسها هذه حجم الالتهاب اللي فيها العمق حق الحبوب والفترة اللي جلست تطلع وتروح أنا دائما أقول حتى اللي صغار في العمر أول ما تطلع الحبوب هذه لازم تعالجها غالبا يكون في وراثة أصلا هو لو لعب فيها وفقعها أو تركها رح تترك أثر إذا كانت عميقة فإحنا لما نلعب فيها أكثر نسوي إنجيري أكثر أو ضرر لطبقة الأدمة طبقة الجلد فيه طبقة السطحية وطبقة اللي تحت الأدمة لما طبقة اللي تحت الأدمة تتأثر يصير فيها عادة الندبات عشان كده الجروح الخفيفة اللي احنا نتعرض لها خلال حياتنا ما تترك ندبة متى تصير فيها ندبة عادة لما يكون كمية الدم الكبيرة تطلع معناتنا حتى تجاوزنا طبقة الأدمة وما تحت الأدمة ورحنا لطبقة الأنسجة العميقة الجلد يلتأم ولما يلتأم ممكن يصير فيه إما ندبة نزلة أو ارتفاع وكلها ما هي حلوة طبعا زي الكيلويد هابي ترافيك سكار أو سكار العادي أو الندبة العادية اللي تكون ممكن تكون عميقة أو تكون صح خط صغير زي بعض العمليات لكنها واضحة فحبوب الشباب هي سبب فقط من الأسباب اللي ممكن تأدي للندبات فيه أمراض جلدية أخرى كثيرة زي الثالبة زي أمراض الرومتزمية اللي تكون في الجلد زي السكارينج ألوبيشيا اللي تطلع فيه أو تساقط الشعر صلاع المرضي اللي فيه ندبات فيترك كلها ندبات فهذه ندبات كيف تتعامل معها؟ فعلا مؤثرة فيه ناس تتماشى مع الندبات إذا كانت بسيطة وخفيفة ورايحة مع خطوط الجلد الطبيعية التشريحية البلاشكو لاينز أو السيرجيكال لاينز أما إذا كانت معترضة أو ما كانها غلط بتلفت نظر وعندما تلفت نظر إحنا لازم ندخل ونساعد المريض فأول شيء نوقف المسبب لا نجحنا نعالج الندبة على طول نشوف الندبة نعالجها طيب إيش مسبب؟ كان في حبوب شباب لازم نعالجها كان في مرض جلدي وراثي أو غير وراثي لازم نعالجه بعد كده نعالج النتيجة أو الأوتكم اللي هي الندبات يعني كثير دكتور نضال نسمع عن الفراكشنل بالتحديد لكن كمان الفراكشنل سمعنا عنه أشياء إيجابية وأشياء سلبية نعم يعني ممكن بعض الناس يقولك لا ممكن أنه يزود المشكلة أو بطريقة أو بأخرى ما يناسبك أو تكون التكنيك غلط فتنحرقين هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح وهل فعلا الفراكشنل يعطي فعالية حتى في حال كانت الندبة خلن نقول بروسيجر أو جراحية؟ الفراكشنل هو أحد الحلول وليس الحل النهائي أو الحل الوحيد المثالي الفراكشنل جلسة واحدة ما تكفي الفراكشنل هي عبارة عن تقنية أبليشن أو تقنية تقشير تكون بواسطة أجهزة تقنية السي أو تو السي أو تو غالبا أو الأر بيم تكون عميقة وعندما تروح بشكل عميق تسوي إعادة تكوين للكولوجين طيب هذه فيها حرارة الحرارة ممكن تسبب اسميرار هذا شيء ممكن كذلك ما يستجيب من أول مرة تحتاجها خمسة إلى ست جلسات حال وحال أي ليزر آخر ممكن يصير فيه أثار جانبية منها الحمرار أو التصبغات غالبا بيكون بسبب الليزر والحرارة نفسها أو ما بعد الإجراء أو قبله كيف؟ لو كان قبله فيه تصبغات كان مفروضا نطبطها نجهز البشرة قبل الليزر أثناء الليزر لابد أنه يسوه بالطريقة الصحيحة وما يكون فيه مبالغة بالنبضات الليزر التي تقدم المريض ولازم يستخدم الثلج على طول بعدها وتستخدم أيضا بعض الكلمات تساعد في إيتيان بشرة هذه العناية أثناء الإجراء بعد الإجراء انتناع عن الشمس في نسلة ما تنتناع عن الشمس أو تروح الأماكن فيها مصدر حرارة وهج الحرارة إن كانت شبت النار أو كانت الفرن إذا واحدة سيدة تطبخ في المطبخ فهذه كلها تأثر الإضاءة الشديدة هذه هذه إضاءة ما شيء ليهم بالك طيب الحمد لله لا تسكر فيها الحمد لله إضاءة كويسة بس إضاءة لها علاقة بالعصاب وكذا والراحة والاسترخاء لكن لا تدخل في الندبات أبداً ولا تصبغات فبعدها لابد من عناية استخدام الكريمات تساعد في إنتئام الجروح منع حصول التهابات بعد استخدام الكريمات فيها مضاد حيوي موضعي هذا الإجراء لابد نحط هذه الأشياء في عين الاعتبار كل هذه المتغيرات لها دور في نتيجة نهائية نعم الفراكشنال الحالو ما يكفي بالضبط هذا بالنسبة للفراكشنال طيب إذا أنا أبغى أشياء تانية غير الفراكشنال زي التقشير الكيميائي أو الأشياء الأخرى هل تساعد؟ تقشير كيميائي أنا ما أنصح فيه أبداً إلا إذا كان تقشير بارد بالذات ولسيما للبشرة اللي هي البنية لغالبة المواطنيين أو غالبة الشعب زي كده اللي هو عندنا ملانين عالي فيها البنية فيها ملانين والملانين هذا يتأثر بأي إصابة أو حرارة أو شيء بأنه يسمر زيادة فخلايا الصبغية تبدأ تطلع عشان كده نحن قبل إجراء أفضل نستخدم كريم يفتح اللون أو يثبت الخلايا الصبغية عشان ما يصي في ردة فعل زي الإصميرار المتأتي من الليزر نفسه الليزر هذا شيء تمام؟ الحاله ما يكفي فيه شيء يسمى تقطيع الندبات تقطيع الندبات لما يكون فيه تليف ونحن عارفين أن سكار يكون عبارة عن تكون خلايا لفية هالفايبرو بلاست هذه اللي طلعت وسببت شد الجلد على تحت صار فيه زي الندبة هذه الندبة كيف نعالجها؟ نفك نسيجي اللي في رابط السطح تحت أو نزله على تحت أو ساحبه على تحت فننزل من تحت ونقطع الندبات هذه فبالتالي ترتقي إلى فوق و تصير مسطحة كم جلسة يحتاج؟ أكثر من جلسة قد تكون في 2 أو 3 ولازم يعرف المراجع أنه بعد كده رح يتورم الوجه صحي في كدمات لأنها شوية ميسي شوية كتير على المريض يعني يطلع وجهه مو مريح لفترة سبوع ما يقدر يطلع يظهر مناسبات يمتنع عنها ومتنع عن الشمس أهم شيء النتيجة هل هي صعالة؟ النتيجة لا فيه فيه تحسن بلا شك التقطيع الندبات تقنية الريديو فريكنسي سمعت بميكورو نيدلينج صح؟ صار البيانة تساولها في البيت أي و أي طيب ما رأيت لما تكون بميكورو نيدلينج فيها ريديو فريكنسي هذه النوع من الأشعاء تشد الجلد بشكل قوي وتعتبر من أكثر التقنيات لشد الجلد تتفوق على الألترساوند إحدى بنتكلم عن سكارلت سكارلت حسنا الاسم التجاري التجاري عشكال ما تتكلم انت السبب طيب دكتور نيدلطب يعني أكيد كل بشرة بنت مختلفة عن الثانية لكن هل كل علاج أو مثلا خلينا نقول فراكشن أو كريمات أو اهتمام يومي أي أن كان يكون على الكل يعني مثلا دائما نشوف مثلا في السوشال ميديا يتكلمون مثلا أنا استخدمت الكريم الفلاني هل أسمع كلامها وأشوف يعني إيش يصير معي ولا أروح طويل يعني أهمية هذا الموضوع بالتحديد وأنه إحنا يعني بشرت ريم غير بشرة دكتور دائما نقول أرجوكم لا تسووا كذا لا تأخذوا وصفة للجميع تمشي مع الناس جميعا زي إيش الخلطة الثلاثية وربعية يتجننون فيها أي طبعا أوكي ما في أحد صارودة كاترة فيها دكتوراه وفي أي بلقر تطلع تصوري يقولك الخلطة الثلاثية وربعية ومشت معي يا سلام ممكن تكون مشت معها وبصدفة ومشت كويس لكن في أي وقت ممكن تصير فيما ردة فعلا لم يعرفة العرض الجانبية ممكن تتأتى وطريقة الاستخدام طبعا أنت عارفة أنه في كل كريم له كمية مناسبة تتناسب مع وجهك صح اللي هي هذه الجرعة الصغيرة زي حبت العدس على نص الوجه نص الكمية على نص الثاني ما نقدر ما نغطنع من الكلام ما تغطنع كذا لازم نحط كله كذا كتير أوكي هكذا يصير فيه تأيج حمرار اسمرار وخربطة ملها أي قيمة فأنت أذيت البشرة ما فتها فأنا ما أحب أن يستخدم حاجة للجميع كل واحد له حاجة في بعض الكريمات تناسب ناس لهم فئة طيب وش التشخيص إيش عارفين التشخيص حقيك يا مهام نفس غيرك ممكن يكون سبب المشكلة لعندك حاجة تانية ما هي تصبغات أكرونوسيس مثلا نوع من أنواع الأمراض تصبغات مايكوراميلوديوسيس ممكن كلف سبب الميكب طب وقف الميكب الخطأ البيز حقه أويل هو بيسكر من الإسلام يطلح حبوب في أسباب كثيرة أجل أن أردك لأنني لا أجل معاك وأفهم منك وأقول لك إيش لي نسبك أنت إذا وقفنا أشياء تتحسني إذا ضفنا أشياء تتحسني أكتر طيب فالناس اللي عندهم حبوب لابدهم يعالجوها في أقرب فرصة ممكنة يتخوف الناس من رؤاكتان وأنا صراحة مني معهم أبدا نحن نعطيه أحيانا النيوبورن الناس البيبي اللي يجي كده ملفوف كان في غشاء عليه وجلده أحمر ومقشر كده في بشور فنعطيه أحيانا النيوبورن لهالدرجة ممكن يكون آمن إذا استخدم طريقة صحيحة بعد التحليل بعد التحليل ومتابعة وإلى آخره طب هل ممكن ترجع أحبوبه بعد الرؤاكتان هو أبسلوتلي ممكن هو مو هذا البرسانت بس هو أعلى شي موجود الآن يمنع أعلى نسبة لامتناء إعادة ظهور أحبوب الشراء مستقبل نعم دكتور نضال أيوب الأمان الحديث معك لا يمل وشكرا لك وشكرا لكل النصائح اللي عطيتنا إياها وشكرا لتواجزك اليوم أراف وحياكم الله استمتعت وجودي معكم مشاهدين فاصل قصير ومن بعد نكمل